ناخد رفائل سيلفا مدرب الشباب بنادي جيل في سنتي البرتغالي نفس النادي طبعاً اللي جاي منه ريكاردو سوارس المدير الفني يعني اللي هتم الاعلانة عنه قريباً كمديراً فنان للنادي للأهل عايزين نسأله بعض الاسئلة المهمة وهو كان قريب جداً من ريكاردو سوارس فيه مع الفريق ودايماً بيتابع كل التدريبات وكل المباريات رفائل صباح خير بشكرك على موافقتك على وقبولك دعوتنا في البرنامج والانضمام للبرنامج عايزك تقول لي رأيك في ريكاردو سوارس ورأيك في خطوته الجديدة في القدوم إلى مصر وهل هو قادر على يعني قيادة الأهل للفوز بالبطلات؟ حسناً 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 من المدربين الأقوياء جداً في الدوري المصري لأنه هو واحد من المدربين الأقوياء في البرتغال وطبعاً المدربين من أقوى المدربين دلوقتي في الساحة الكروية رفايل عايزة أسألك عن شخصية ريكاردو سوارس وطريقة تعامله مع اللاعبين أنت كنت قريب من الفريق وعارف وبازلت قريب من الفريق اللاعبة بتقول لك إيه عن طريقة تعامل ريكاردو سوارس معهم في مواقف مختلفة؟ جميل أنا بس عايزة أقول إنه هو واحد من المدربين اللي جابوا أرقام جميلة جداً في الدوري الممتاز في البرتغال ومع اللاعبة هو واحد من المدربين اللي بيعامل اللاعبة بطريقة كويسة جداً هو طبعاً تكنيك بتاعه أو الفنيات بتاعته عالية جداً بس في نفس الوقت هو بيعامل اللاعبة بطريقة بطريقة جميلة جداً دايماً بيعامل اللاعبة زي ما هم عايزين يلعبوا بيشوف اللاعب قوي كويس موجود مكانه كويس فين على الملعب وبيحاول يساعده إنه هو يطور من نفسه في المكان اللي هو موجود متواجد فيه على الملعب رفايل سيلفا مدرب فريق الشباب في جيل في سينتا البرتغالي بشكرك شكراً جزيلاً على مدخلتك معنا وعايز بس أقول لكم الشاب ده مدرب فريق الشباب عنده 24 سنة عجوز يعني وعد ولا صاعد 24 سنة وعليه اللاعب الصاعد والوعد 24 سنة وخصاعد 24 سنة وليسا صاعد والوعد لا 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 بيد يعني بيدوا فرصة بيدوا فرصة للشباب إنه هم بيدوا فرصة للشباب إنه هم ياخدوا إدوكيشن ويتعلموا ودلوقتي أنا أي شاب عايز يخش يخد رصات تدريبية يقولوا لأ منفعش نتكون مارسة اللعبة احتكار مالوش أي معنى وأنا راهنك إنه لو في شباب ما مارستش اللعبة لو بقوا مدربين هيبقوا أشتر مليون مرة من لعيبة كرة كتير مارسة اللعبة وبقوا مدربين فليه إن انت تحتكر دلوقتي على من مارس اللعبة فقط وده كلام مش موجود في كل هتة في العلان حيات كتيرة لازم نغيرها